لساعات طويلة وتحت أشعة الشمس الحارقة يقف أصحاب المركبات في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار في طوابير طويلة أمام محطات الوقود لعل الحظ يحالفهم ليحصلوا على بضع لترات من البنزين محملين الجهات المعنية بقطاع النفط مسؤولية تفاقم الأزمة وعدم اتخاذهم إجراءات جادة لإنهائها بدلا من تجددها بين الحين والآخر سياراتنا تطفل مثل هناك نجيب الجلكال نجيب لنا خمس سترات لنوصل السيارة هنا لندير والروح وهذه معاناتنا نقضيها إحنا العراقين هاي معاناتنا إلا ما الله يخدمانتنا لا قاز ولا بانزين ولا مي ولا عيشة مثل البشر المحطات حكومية بيها والأهلية لا أقدر أنطل محطات الأهلية وأوفر للعالم حتى كل من يستيد من يمي مو كل أحصرهم محطة محطتين وخلي العالم ناس تقوموا الدعم بناس من وراءها أكو عوائل عندها مرضي أكو عوائل طريقها بعيد أكو عوائل يعني صابة عليها الجيئة هنا مدير عام شركة توزيع المشتقات النفطية حسين طالب أرجع أسباب أزمة الوقود التي تشهدها البلاد إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المشتقات النفطية ملخص الموضوع هو زيادة الطلب على المشتقات النفطية تحديدا من توجي المنزين بنوعه المحسن والعادي الأسباب الموجبة لزيادة الطلب أولا حفظات البلاد أن ارتفاع درجات الحرارة وفصل الصيف وفي كل فصل الصيف يزيد الطلب على المشتقات النفطية من 30% سكان الرمادي أكدوا أن الأزمة في المحافظة بدأت قبل نحو شهرين بسبب تراجع تجهيز المحطات بالحصص الكافية من الوقود سببها أنه قل التجهيز للمحطات نحن من الستة صباح ووقفين هنا عندنا طلع السيامانية اليوم أنا بستة صباح وإذا هسه يخبر بيه بسكلة يقول لي يا با تعالي اطلع أنا مينة اطلع لما عندي قاز شلون هيت شوف القاز شوف البانزين هسه السراء أنا شيت وقت يمشارح ستين من الستة صباح لأه هسه هسه يالله وصلنا السراء فدوها يقولون ما بغي قاز عندنا زينا احنا وين نروح ومع عجز يبلغ مليوني لتر يوميا وإنتاج محلي واستيراد خارجي لا يغطي سوى نحو تسعين بالمئة فقط من حاجة البنزين اليومية فإن مشاهد طوابير السيارات ستبقى على ما يبدو مشهدا مألوفا في بلد يعد ثاني أكبر منتج للنفط ضمن منظمة المترجم للقناة